بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الارثمتك معنى كلمة الارثمتك عن من الحساب أو قلنحكي عن هالمعادلات الحسابية أوليش نتعلم اليوم اللي هي الادشن اللي هي الجمع بعدين سبتراكت اللي هي ناقص بعدين ملتبراي اللي هي الضرب بعدين القسمة اللي هي الديفجل بعدين تعلم باقي القسمة اللي هي الموديلت وآخر إيش رح نتعلم القسمة لكن اترجع انتجر أربعة القسمة هاي بترجع لك دبل أما هاي الطريقة رح ترجع لي انتجر هسر حلمك يا كمان شوي هو على الأغلب أنه هاي العمليات انت تعلمت في المدرسة وحتى في الجامعة هل راجعها مع بعض بشكل سريع انشأت لك فولدر جديد 17 أرثمتك وفي عندك هنا فويد ميل هالعادة أول إشي رح نتعلم لك انتجر A تساوي 5 بعدين هل نعمل القمى واحكي بي تساوي 10 أول عملية عنا إياها وهي الجمع فنبتب هنا وعمل البرينت وأحكيه إنه العملية اللي اسمها ادشان وقلت الرأسي وقل له ننجي مع A زائد B هتقول لي هاي الطريقة خطأ لازم نحط الدولار ساين هاي حطيت الدولار ساين كمان على البي لكن أكيد انتبهت إنه البلس ما تم تغيير لونها يعني مسيفت وعملت رن هيطبع 5 زائد 10 كيف نطلع النتيجة هنا بكل بساطة خلنعمل يساوي وعمل كل براكت هي الأقواس المتعرجة هاي بداية وهي النهاية واكتب هون A بلس B أكيد هي حتكون عبارة عن سترينج لكن إذا حطت هون الدولار ساين صارت هاي كلها عبارة عن عملية شو الإشي المستفدن لحكاية هاي أول إشي إذا أنت عندك أكثر من عملية بدك تطبعها جوة جملة الطباعة ونستخدم الكل براكت وبعد هيك منحط قبل الكل براكت الدولار ساين معناته أنه داخل الأقواس المتعرجة هي عبارة عن عملية حسابية أو متغيرات فبعدما تحط هنا دولار ساين دولار ساين وحتى على بلس دولار ساين لا تستخدم هنا الكل براكت وبتكتب أي إشي من دكية حابة تسوي وقبل بداية الكل براكت تحط دولار ساين لو سيفنا وعملنا رن خمسة زائد عشر يسوي خمسة عشر فهاي اعتبرها عملية حسابية أتمنى أنك تكون فهمتها تعال نطبق كمان شغلة إسا بتركت هون يخكيوه البرينت أول إشي سبتراكشن بعد نطبق تراسيتين هل نحكيوه هنا A ناقص دولار ساين B يساوي دولار ساين كل براكت فحكيوه A ناقص B وهاي سيمي كون سيبت وعملت رن خمسة ناقص عشرة سالب خمسة أتوقع أن الفكرة صارت واضحة أليني هسا أنسخ الكود بشكل سريع الملتبلاي هون نفس الإشي ملتبلاي وهي الضرب هون نحكيوه إشارة الضرب وهون إشارة الضرب سيبت وعملت رن خمسة ضرب عشر خمسين ممتاز أعمل كوبي وهاي كونترول V هون نحكيوه دي بجر إلي هي القسمة نفس الإشي كوبي كونترول V وهاي قسمة وهاي القسمة خمسة قسمها على عشرة هل نعمل run zero dot five وهنا بدي أوضح لك بعض النقاط أنت بتقدر تتأكد من الداتا ترايب إذا وقفت على الإشارة وهنا بيحكي لك إنه عملية الجميع هاي رح ترجع لك نوب إيش معنى نوب يا ممكن ترجع إنتجة ممكن ترجع دبل سبتراكت نفس الحكاية ممكن ترجع إنتجة ممكن ترجع دبل ملتبلاي برضو نعمل نفس الفكرة أما القسمة دائما بترجع دبل طيب كيف بدي إياها ترجع إنتجر يعني ترجع إياها دائما إنتجر مش دبل كيف ونا بدي أكتب رتير معنى كمية رتير يعي ترجع واكتب هنا إنتجر هنا في إشارة اسمها تلدة إشارة التلدة هي بتختلف مكان تواجدها من الويندوز أو الماك يعني الويندوز بيكون على حرف الذا أما في الماك بيكونها كابسة منفصلة حس إذا وقفت أنا عليها انتبهت شو قالت لك أنا رح أرجع لك إياها على شكل إنتجر معناته ممكن تكتب لي هسه في التعليقات شو النتيجة رح تطلع علما إن عملناها قبل شوي طلعت زيرو دوت فايف تتوقع شو النتيجة رح تطلع معنا هسه ممتازين هتطلع معنا زير آخر إشي عنا إياها هي باقي القسمة إني أنسخ الكود زي ما هو كوبي كنترل V هنا في عنا المدلز نفس الإشي لباقي القسمة عشان طلع إشارة باقي القسمة شفت مع رقم خمسة وهي شفت مع رقم خمسة وعلى أرجح إنها حترجع لي نعم سيف اعمل run باقي القسمة خمسة على عشرة تساوي خمسة آخر إشي عنا إياه كيف أقلب إشارة الموجب إلى سالب هي الماينس كل بساطة عندنا هنا print هنا أكتب عنا هنا reverse the sign يعني إشارة of the expression وبطير رأي سيتان وهنا بحكيله إنه هاي الإيه بعد هيك يساوي dollar sign ناقص إيه هيك مش رح يزبط صح انتبهت ما بزبط تحط أكثر من شغله باستخدام dollar sign إلا عن طريق الكل براكت وهاي سيميكونا سيبت وعمل رأي A تساوي 5 بالضبط قال لي 5 أيها ناقص الإشارة 5 تساوي سالب 5 يعني أكس الإشارة جدا بسيط أتمنى وكاية الأفكار سهلة وبسيطة وكالعادة إذا حضرت المحاضرة من النهاية أكتب أي إش بدكيا في التعليقات وضيف معا الوردة ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة